نواب مراسلنا من هناك علي حميد أهلا بك علي بداية هل لك أن تضعنا في أجواء جلسة اليوم؟ نعم بداية لربما يكون الخلاف هو سيد الموقف إلى هذا الآن بين جميع الكتل السياسية الخلاف موجود على موضوع الموازنة إلى هذه اللحظة الجلسة لم تبتدئ هناك خلافات جدرية خاصة من التحالف الكردستاني الذي الآن هو موجود خلفي ليقيم مؤتمر لرفضه المرار قارون الموازنة أيضا خلافات جدرية من قبل أعضاء مجلس النواب حول قانون إعادة أعمار المناطق المتضررة من الإرهاب فضلا عن المحافظات المنتجة للنفط إذن هو الخلاف الآن سيد الموقف كما أسلفت إيناس طيب يعني علي هناك أنباء تحدثت أنت قلت الآن هناك خلافات حول التصويت على الموازنة وأيضا حول إعادة الإعمار طيب هناك أنباء تحدثت أن الموازنة ستقر أو ستقر الأسبوع المقبل ما صحت هذه الأنباء يعني حتى وأن كانت هذه الخلافات هل ستقر فعلا؟ نعم إيناس لربما هذه أنباء فقط تشير إلى هذه اللحظة بأن الأسبوع المقبل سوف يكون قرار للموازنة لكن إلى هذه اللحظة لم يكن هناك أي معلومات يعني أنت تشاهد اليوم أن الخلافات هي سيد الموقف؟ نعم يعني الخلافات مستمرة يعني التحالف الكردستاني يصر على موضوع نسبة 17% والحكومة الاتحادية تصر على موضوع 12% هذا هو الخلاف الأكبر يعني قبل قليل تحدثت لها النائبة عاليا صيف بأن هناك خلافات جذرية حول هذا الموضوع لربما سيؤخر قرار الموازنة إلى إشعار آخر طيب ماذا عن النواب الكرد؟ هل حضروا جلسة اليوم؟ نعم النواب الكرد يعلنون بصورة واضحة بأنهم سوف يقاطعون جلسات مجلس النواب في حال لم يكن هناك موافقة على شروطهم المتعلقة حول قرار نسبة 17% فضلا عن صرف الرواتب لبيشمرقة وموظفين الأقليم إلى هذه اللحظة اللجنة التي شكلت من قبل الحكومة الاتحادية والحكومة الأقليم كردستان للبحث في موضوع الرواتب الموظفين لم ترد في تقريرها إلى هذه اللحظة والخلافات لا زالت قائمة في هذا الموضوع أيضا الخلافات حول موضوع المحافظات المنتجة للنفط يعني كثير من المحافظات مثل البصرة وكركوك هذه المناطق لربما تعتبر أو تعدهي المشكلة الأكبر في هذا الموضوع حول قرار قانون الموازنة إلى هذه اللحظة هناك أكثر من أربع إلى خمس مؤتمرات سوف نوفيها بكم لاحقا حول موضوع الموازنة والإقرار الموازن هناك أيضا كان مؤتمر حول إقرار قانون العشوائيات لربما هذا هو الحدث الأبرز في هذه الجلسة إلى هذه اللحظة طيب علي جميعنا سمعنا أن هناك أنباء تقول أن الموازنة ستقر حتى وأن لم يحضر النواب الكرد يعني ما صحت هذه المعلومات وهل فعلا ستقر من دون حضور النواب الكرد إلى مجلس النواب أو إلى جلسات المجلس؟ نعم يناس النواب الكرد يقولون بأن في حال أنه مررت الموازنة بأغلبية سياسية سوف يكون هذا يعني نتائج لا تحمد عقبها لربما يكون هناك خطوط حمراء في هذا الموضوع لربما رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري سوف يكون هناك اجتماعات خلال الساعات المقبلة حتى تحدد مصير الموازنة من إقرارها أم عدم إقرارها نعم مراسلنا من داخل مجلس النواب علي حميد كنت معنا شكرا جزيلا لك